الكابتن خالد العوضي على المستوى الشخصي شخصية قيادية حقيقة اتعاملت مع الكابتن خالد العوضي سنين كتير جدا يعني من 2009 واحنا نعرف بعض اتعاملنا مع بعض في كاس الأم الأفريقية لكرة اليد بدأنا التجهيز لها هي كانت في 2016 بدأنا التجهيز من 2015 كان لها الشرف ان هو اختارني كان هو مدير البطولة اختارني رئيس اللجنة الإعلامية وحقيقي ان البطولة دي مش علشان احنا كنا مشاركين في تنظيمها لا حقيقي البطولة دي كانت نقلة نوعية في تنظيم البطولات الرياضية في مصر الكابتن خالد العوضي كان عنده افكار كتير جدا خاصة بالجمهور خاصة بالتنظيم نفسه بالأمور دي كلها حقيقي كانت نقلة كبيرة جدا في التنظيم يعني العمل معه متعب وممتع في نفس الوقت يعني تشتغل مع الكابتن خالد العوضي بسم الله وان شاء الله عنده طاقة انه يشتغل 24 ساعة في اليوم بس بعد ما العمل بينتهي ويتم انجازه بالشكل المطلوب كمان على الجانب الإنساني حدث ولا حرج يعني فيه حاجات يعني ما ينفعش احكيها علشان هو مش بيحب ان انا احكي فيها لكن حقيقي على الجانب الإنساني كابتن خالد العوضي من اجدع الشخصيات اللي انت ممكن تتعامل معها في حياتك بيحب اصدقائه جدا حريص دايما حتى لو هو في قمة الشغل ومشغول جدا بيسأل عليك ويحب يتطمن على احوالك وحاجات كتير تفاصيل كتير طبعا يعني على المستوى الإنساني انا بتمناله طبعا التوفيق مع النادي الاهلي هو مسك منصب مهم وحساس والجمهور مستني منه وحاجات كتير جدا لكن انا واثق انه هو هيكون هو بالفعل على قدر المسئولية وبالفعل بدأ يجني السمار وتحقيق طبعا المزيد من البطولات للنادي الاهلي طبعا بدعم طبعا المنظومة كاملة داخل النادي الاهلي بالتوفيق دايما يا كابتن خالد وتحياتي ليك موسيقى